ترتيبه ترتيبه خاصة على طريقة أفهم بها منهول أمامي يبقى هو ده انشاء يبقى بيقول عليه انشاء يعني أنا مش هتكلم بكلام غيري وحي اتكلم في موضوعه مرتيبه ترتيبه حاصة وكتبه فلها وحي اقوله أنا إبدا انشاء ليس بانشاء فالثمان الواحد الثان مثلا عن هنس الاثنمالك راضي الله عنه أننا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثم ما كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله بحب إليه مما في غيرهما إلى آخر الحديد هل هذا يكون منشها لا يكون منشها طيب واحد مثلا قال السيب أصدق إماء من الكتب في حده الحد بين الجد والتعب فمنشك؟ ليس بمنشك لأنه أخذ كلام غيره الذي وثبه غيره بإيه؟ وتكلم به فهذا ليس بإنشاء لكن لما تأخذ موضوع من حده أبدا أنت معين وتركبه أنت بحسب المعاني المتصورة في ذهنك ثم تتركبه لي بكلام يبقى لا اسم إيه؟ اسم إنشاء وكذا بالاختراع لوعي شيء له مثال سبب وشيء ليس له مثال سبب وشيء ليس له مثال سبب ولذان بعض العلمات يقول الاختراع أو الإنشاء في النور هو عناب الخلق وهو يقول لك فبالخلق إزاي؟ طرمه البشر ينشئ تقول له فيه فرق بين خلق وخلق خلق بين خلق الله تعالى إيجاد من عدم وخلقك أنت إيجاد من موجود ولذلك ربنا أنصف أنك تبارك الله أحسن خالقين إن كان لك خالق ثاني غير أنا يبقى الخلق بتاع رب العالمين هو ربنا أحسن الخالقين ليه؟ لأن الله يختارع من عدم وأنت تنشئ شيئا من موجود مفهوم؟ والإنشاء هذا من موجود بالله هو هو مش خلقك ولا أي حاجة لا تتقذل في الحكاية دي لا تقولش أنا خلقته شاعت تلك الكلمة في المصطلحات الحليثة يقول لك الخلق والإبداع وخلق وكذا وعمل وكذا وأنا بلد أن يخلق فلان يخلق كذا ويعمل كذا والمعتادل قاله العرض يخلقه أفعال للسهل الإختيارية نقول لهم يا أخواننا تقدموا مبلاش من كلمة الخلق لأن الخلق ده أنت بتعمل حاجة من موجود كويس كده؟ طب الموجود هذا المال الذي اخترعه خليك مثلا هنعمل كباية من الرمل جذة من الزجاج ده نعمل كباية من الرمل كباية من الرمل دي مثلا الرمل ده من اللي خلقه؟ الله طيب انت خلقت الرمل؟ لا طب كيف فكرت وبأي شيء فكر؟ أيضا بعقلك طب وعقلك ده من اللي خلقه؟ أيضا الله طب وخدت الرمل وصهرت وعملته إذابه فعليك أنا عملته كباية وهو إلى أخره طب الإيد اللي عملت كده مين اللي خلقها؟ النار اللي صهرت مين اللي خلقها؟ يبقى كل حالة بتاعت ربنا يبقى في الأصل انت تعتبر آلة في يال الله عز وجل فكأن انت ما بتعملش ايه؟ حاجة إلا بشيء فيه اختيار له وطبعا انا مش حدا أذكر في الموضوع ده عشان ما يقولش ايه الحديث في هذه المسألة إلا للإنشاء معناه ايه يا مشايف؟ الاختراع ليس شرطا أن يكون على مثال ثبق أو على غير مثال ثبق ده في اللغة في الإصطلاح إصطلاح البلديين بقى هو ايه؟ هو قول يحتمل لا هو ما لا يحتمل الصدق والكذبة لذاته عكس الخبر الخبر هو يحتمل الصدق والكذبة لذاته وأما الإنشاء فهو ما لا يحتمل الصدق والكذبة لذاته طيب ما لا يحتمل الصدق والكذب طلع لأني نسبة من النسب الذي تكلمنا عنها أبو لو انت بقى فاهم وشكال مخك معايا تعرف لما قل ما لا يحتمل الصدق والكذب لذا أخرج لي ماذا النسبة النسبة الواقعية إذن اللي طلع من النسب النسبة أنا فيه النسبة الواقعية فقط لغير خلاص إنما النسبة الزهنية موجودة ولا لا موجود النسبة الكلامية موجودة ولا لا موجود النسبة هنا يا أخواتنا كنا كفرق بين النسبة اللي هي نسبة يعني خبرية ونسبة إيه؟ إنشائية المقصود بالنسبة الكلامية هي القدر المعيد من الكلام والمقصود بالنسبة الخبرية الحكم على الشيء ثبوتا أو نفيا يبقى فيه فرق بين إيه برضو؟ بين النسبة إيه؟ عشان نرضو الناس البلاغيين والمناطقة الذين قالوا الإنشاء لا نسبة له الإنشاء لا نسبة؟ لا نسبة له إيه اللي خلاهم يقول لا نسبة له عشان قالوا إنه هو ما لا يحتمل الصدق والكذب والنسبة الواقعية هي التي تحتمل الصدق والإيه؟ والكذب وتحتاج إلى الحكم على الشيء بالكلام سبوتا أو نفيا لأن مدام الأمر في صدق وكذب يبقى يحتاج أن تثبت أو أن أنفي ليس هو ذا الذي سيصدق؟ هو ذا الذي سيصدق هو ذا الذي سيكذب إذا أحتاج إلى أن أحكم على الشيء بثبوت أو مدام فكأن النسبة الكلامية وهي القدر المعين من الكلام في الإنشاء غير منظور إليها من قبل هؤلاء الذين يقولون إنه ليس للإنشاء نسبة كأن القدر المعين من الكلام الذي يقال في الإنشاء وهي نسبة نقول إنها نسبة من الكلام هذه كأنها غير منظور إيه؟ غير منظور إليها واضح الكلام دا؟ طب هنمسكهم في حاجة تانية نقول لهم برضو لسه لا تزال في نسبة للإنشاء مش هتقدروا تنكرون إيه هي؟ نسبة ذهنية لأن المتكلم بالإنشاء حين يقول لئد الشباب يعود يوما ولد في ذهنه ماذا؟ أن يتمنى أن يعود الشباب ثم عبر عنه من نسبة كلامية خلاص يا سيدي إحنا وهنوفدكم ما فيش نسبة واقعية ولا فيش نسبة كلامية يلا لأن ما فيش حكم على الشيء بالثبوت أو بالنسبة طب هتقدروا تفروا من النسبة الزهنية أم لا؟ أه نقدروا نفر من النسبة إزاي؟ قال لك لعند إحنا في الخبر على الرأي الصحيح لا ننظر إلى ذلك النسبة في الخبر لا ننظر إلى ذلك الإيه؟ إلى ذلك النسبة الزهنية يعني وخبالك فإذا خرجوا من النسبة الواقعية قال لك مفيش حكم على الشيء ثبوتاً أو نافياً خلاص؟ خرجوا من النسبة الكلامية قال لك لعند ما فيش حكم والحكم النسبة هي مؤمسنات ومؤمسنات إليه وهو إلى آخرين خرجوا من النسبة الزهنية قال لك دي غير منظور إليها بالنسبة المي للنسبة الخبرية فإذا نفنا كده الإنشاء في نظارهم ملوش إيه؟ ملوش نسبة نقول لكم لا هو له نسبة وإن اختلفتم فيها ومضتوش بيها لكننا نسلم أنه له نسبة ذهنية في ذهن الزامع وهذا ما ذكره السعد في كتبه وذكره البلاغيون في أن الإنشاء له نسبة ولكن ليه وله نسبة إيه؟ ذهنية إبقى النسبة الذهنية دي ما فيش فيها إيه؟ ما فيش فيها كلامه وإن كانوا هم بيبارهم ويقولوا إن الإنشاء لا نسبة كلامه إذن الإنشاء ليس له نسبة هد واقعية خلاص والنسبة الكلامية قدره من الكلام وإن تغاضينا عنها فلا يمكن أن تغاضى عن النسبة الذهنية وأنا أشرت إلى هذا عندما بدأت كلامي عن الخبر لو تذكروا ولكن طبعا مضى الضمان وأنتم لا تراجعوا يعني نحن تكلمنا في الخبر على هذا ثم قلنا إنهم جاءوا بكلمة لذاته من؟ علشان يخرج من؟ ها؟ ليس هذا في اللغة يسمونه إيه؟ يسمونه إيه؟ يسمونه في اللغة في النحن؟ إن قام زيدون ها؟ لا 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 في الأول خالص أول فاب الكلام يسمونه إيه؟ كلمة إن قام زيدون ده يسمونه كلمة لماذا يسمونه كلمة؟ لم يفد شيئاً من جملة المركبات ولكنه لم يفد فائدة تأمثاً يحصن السجود عليها فقالك إحنا بقول لذاته يعني طلع لنا المركبات أنها تصديش لأنك مش كل مركب يعطي فائدة ليس كل مركب يعطي فائدة فهنا أيضاً عندما يقولون إن قام زيدون لو فصلتها هتجدها نسبة خبرين صح ولا لا؟ قانا وزيدون مثلاً لو شلت إين مش هتفيد؟ تفيد ولا لا تفيد؟ لو شلت إين دي هتفيد؟ يبقى برضو النحن بتاع الكلام بيها إنها نسبة إيه؟ كأنها نسبة خبرين مفروض؟ يبقى هم قالوا لذاته ليخرج لنا المركبات أنها تصر لأنك لا تستطيع أن تحكم عليها بالثبوت أو بالإيه؟ أو بالنب تضطيها تفضطها من باب الإنشاء؟ ها؟ مش إحنا عملنا الكلام نوعين؟ خبر وإيه؟ وإنشاء؟ طيب الخبر كلنا هتفيد والإفادة بتاعته أنه يحكم على الشيء ثبوتاً أو نبياً لما تقول إن قام زيدون أتعطيك شيئاً؟ لا تعطيك شيئاً؟ طيب تضطع من ذات إيه؟ من باب الإنشاء؟ ولا من باب الخبر؟ هل خلينا من قملة الإنشاء؟ حتى يتم خبرها وتقول إن جاء زيد أكرمتك إن قام زيد ذهبنا وهكذا حتى يتم إيه؟ يتم الخبر بتاعه مفهوم؟ إذن الإنشاء الذي نتحدث عنه هو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته وله نسبة ذهنية قطعاً لأنك حين تقول لإنسان نسقني يكون في ذهنك أنك تطلب منه الإيه؟ تطلب منه الثقية طيب مالوش نسبة واقعية إيه؟ أنك والله الآن دي لا تحتمل لصدق ولا كذب لا تحتمل صدقاً ولا إيه؟ ولا كذب نعم يا سيدي إن كان طلباً استدعى مطلوماً غير حاصر وقت الطلب إذن الإنشاء لما جوم يتكلم عنه يعني خذ بالك لما جوم يتكلم عنه هو إيه؟ الذي لا يحتمل صدقاً ولا كذباً لذاته نظروا إليه في اللغة وبحثوا في الأمر فوجدوا أنه نوعان نوع يحتمل طلباً يقتضي طلباً ونوع لا يقتضي طلباً من تتبع أمور اللغة وجدوا إن الإنشاء نوع يقتضي طلباً ونوع لا يقتضي طلباً النوع الذي يقتضي طلباً هو الشيء الذي يكون الطلب فيه غير حاصل وقت الطلب وأنت تطلبه مفهوم؟ وذلك يتمثل مثلاً في التمني والنداء والاستفهام والأمر والنهر إذ أنا طلب مفهوم؟ طب وفي أشياء ليست تقتضي طلباً وهي منها مثلاً الترجي ومنها باب نعمة وبثة وعثة ومنها ألفاظ العقود ومنها القسم ومنها القسم هذه لا تقتضي لا تقتضي فرقاً مفهوم الكلام ده؟ ألفاظ العقود أنتو طبعاً عارفين لعل الترجي وعارفين أن عثى نعمة وبثة والكلام ده كله معروف يعني ولكن ألفاظ العقود اللي هي ايه؟ الألفاظ ايه؟ 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 الألفاظ التي ينشأ بها عقد الألفاظ التي ينشأ بها عقد لا يقال عنها إنها تحتمل صدقاً ولا ايه؟ ولا كذبة لا يقال عنها إنها تحتمل صدقاً ولا ايه؟ ولا كذبة لكن من حيث الفعل بتاعها مش هي حتى تبقى أبيعتك هذه السلعة تبقى إخبار ولا مش إخبار؟ إخبار أبيعك هذه السلعة بكذا؟ إخبار ولا مش إخبار؟ إخبار؟ إخبار، هي بالحقيقة إخبار ولكنها لما كانت في معرض العقد الذي لم يتم إلا بإيجاب وبقبول كانت كأنه خبر غير منظور إليه كأنه خبر غير منظور إليه وغباله فلذلك قالوا الفرض العقد لا تكون خبراً محكومة عليه بصدق ولا كذب إلا إذا أجيد من الصيبة إلا إذا أجيد من إيه؟ من الصيبة هذه الأقسام أو هذان القسمين الطلب وغير الطلب نظروا إلى البلاغة فوجدوا أنها لا تحتاج إلا إلى قسم واحد فقط من هذه الأقسام يمكن أن تكون فيه البلاغة لأن معنى البلاغة مثلاً أن تتكلم بكلام فيه ميزات قد تخرجه عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجادي يقفضيه المقام والحايا معنى البلاغة في كده خلص لكن عندما تقول والله لا أفعل كذا قسم هل هذا تستطيع أن تخرجه عن معناه الحقيقي إلى معنى مجادي؟ ما ينفعش وخبالك طيب بعتك هذه السلعة بكذا هل تخرجها عن معناه الحقيقي إلى معنى مجادي؟ لذلك قال العلماء إذا أوقف سلعته في السوق للبيع وقيل له هل تبيعني هذه فيقول بعتكها بكذا؟ ثم قال بعد ذلك كنت هازلاً لدي من بيعه لا يحتمل مجال خاصة ولا يحتمل هازل ولا يحتمل أي حاجة بس بشرط أن ينطل إليه قرينة وهو أنه أوقف السلعة للسوق مفهوم الكلام؟ إذا هذه الأشياء التي هي غير الطلب لا تستطيع أن تجد فيها نكاتاً بلاغية إلا من حيث الغلط وإنما اللفظ في حد ذاته لا تجد فيه نكتة إيه؟ نكتة بلاغية فعلشان كده ابتع البلاغة قصروا بحثهم على ماذا؟ على الطلب فقط لكني ألم وغيري أردت أن أعمل بحثاً في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنشاء غير الطلب وأردت أن أبحث هل يوجد فيه بلاغة أو لا يوجد فوجدت فيه بلاغة وجدت فيه بلاغة إذا الإنشاء غير الطلبين فيه بلاغة ولكن فيه بلاغة كما قلنا من حيث الغرض والسياق وليس من حيث الألفاظ في حد ذاتها فيه بلاغة من حيث الغرض والسياق وليس من حيث الألفاظ في حد ذاتها إذا نحن سيقتصر بحثنا في الإنشاء على ماذا؟ على الإنشاء الطلبين هو ماذا الإنشاء الطلبين؟ هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب يستدعي مطلوبا يعني يطلر به شيء مطلوب ويشترط في ذلك الشيء المطلوب ألا يكون حاصلا موجودا وقت الطلب لأنك لم طلبت شيئا موجودا وقت الطلب سيكون تحصيل حاصل وهذا لا يقوله بريق ولا يصبح في الكلام مقهوم الكلام دا نعم يسيق فرق إن كان طلبا يستدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب وأنواعه كثيرة منها التمني والنفض الموضوع له ليها أنواعه كثيرة منها التمني ما هو التمني التمني مأخوذ من تمنيت الشيء يعني جعلته في أماني وفي أمنيتي جعلته في أماني وفي أمنيتي وتطلق كلمة التمني على القراءة لفظ القراءة كده تطلق على التمني والقراءة من الممكن أن نقول القراءة التي لا تتدبر ولا تفهم ولا يفهم معناها ولا يفهم إيه معناها يقول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون أمانية يعني مجرد قراءة فقط لا يفهمونها خلص؟ إلا أمانية وإنهم إلا وإنهم إلا يظنون وقد يكون التمني قراءة بفهم وتدبر يقول تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يقرأ بعضهم يفسر بعضهم تمنى بقراءة كلمة تمنى ألقى الشيطان يعني إذا تمنى يعني إذا قراءة وتلك إشارة إلى ما حلث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يصلي بأصحابه ويقرأ سورة النبي قال أفرأيتم الله والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في أمنيته وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعة أمن لترتجع فرضوا به الكفار وسجدوا معه في آخر سورة النبي قالوا محمد يذكر آلهتنا وفجدوا معه في آخر السورة والحقيقة أن الرسول حين كان يقرأ دنى الشيطان من فمه صلى الله عليه وسلم وحاول أن يقرأ أو أن يتكلم بهذه الكلمتين ليس الرسول اللي تكلم بها لا الشيطان دنى من فمه صلى الله عليه وسلم وحاول أن يتكلم بهذه الكلمتين وطبعا اكملني الكلام مسترف البعض والبعض محدش ميز بين الصوتين بين الصوتين فقال الله تعالى فينزه الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته يبقى إذا كلمة التمنع والتمنده يؤخذ فيه على الكراءة يطلب على الكراءة ويطلق التمني على طلب شيء مستبعد تعريفه طلب شيء لا من مستبعد سواء كان ممكنا أو غير ممكن يعني التمني لا يشترط أنه ما يكونش غير ممكن كما ظن بعضهم يقول التمني لا بد أن يكون شيئا غير ممكن وذلك أنه غره أنه قرأ في القرآن الكريم أن الأماني يعني في الغالب تطلق على الأشياء غير الحقيقية يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فيك أمانيهم مأخوذ من الآبات من التمني وهذا شيء مستبعد لا يحدث يقول الله تعالى ومرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغروب يبقى مضتشيء مستبعد والكلمة في شعر العرب الشاعر يتكلم عن محبوبته ليلى وطبعا هي لم تنوّله شيئا يريده أبدا ولا يحبه أبدا فقال أماني من ليلى حسان أماني من ليلى حسان يرغننا وإلا فقد عيشنا فيها ذمنا رغدا يعني هي الأماني حسان ولم تتحقق ولكن إحنا عيشنا فيها ذمنا كوي كنا نتمنى ونفكر ونحلم وكنا عايشين كوي لكن هي لأماني لا يمكن أن تتحقق مطلقا فإذا اللفظ الأماني ده غره أن الأماني أن تأخذ من الثمني وأن الثمني شيء غير ممكن نقول لهم الثمني يكون في شيئين يكون في الممكن ويكون في غير الممكن لذلك نقول طلبوا شيء مستبعد عشان يبقى التعريف؟ شامل بدل مستبعد ممكن أن يكون ممكنا وغير إيه؟ وغير ممكن طيب لما تيجي تقول فيه الممكن ليتني؟ ليت الله يعزقني مالا كثيرا يبقى ده ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن طيب ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المجيد؟ هذا الشباب غير ممكن في العادة المعروف عندنا يقول الشاعر الآخر ليت الكواكب تدنوا لي فأنظمها عقود متح فما أرضى لكم كلمة يليت الكواكب اللي في السماء تدنوا لي وتقتربوا مني حتى أخذ منها كواكب فأجعلها عقودا لأمنحكم بها فأنا لا أرضى لكم الكلام يعني الكلام ليس سيوفي حقكم أنا أعيد الكواكب بث هي أنظمها لكم متحة وهذه الكواكب لا يمكن أن تدنوا وهذه الكواكب لا يمكن أن تدنوا إذن هذا الكلام غير ممكن أو غير ممكن إحنا نقول مستبعد أن يحفر مستبعد في العادة أن إيه؟ أن يحفر يقول الله سبحانه وتعالى وَلَوْ تَوَحِدْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هذا التمني يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن مطلقا يقول الكاثر يوم القيامة يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي بلط هذا تمني غير ممكن إذن التمني غالبا يكون في شيء مستعد سواء كان ممكنا ولكن يبقى ممكن بس بعيد الحصول يقول ممكنا ولكن بعيد الحصول مفهوض نعم وقت الطلب نعم يعني عندما يطلبه يكون بعيد الحصول فهو في تلك الحالة التمني يكون استعيق طالب شيء مستبعد مفهوض نعم والأصل الأداة الموضوعة له في الأصل إيه؟ ليلى هي أداة التمني التي وضعت له في أصل اللغة وضعت له أداة ليلى نعم نعم ولا يشترط إن كان إن كان المتمنى نقول إذا الشباب يعودوا عشان هذه الكلمة التي قالها الشيخ قلنا إن التعريب طلب شيء مستبعد جنة مستبعد تشمل معنى النوعين الذين ذكرناه نعم قد يتمنى بها نحو أني شبيعي حيث يعلم أن شبيع له طيب هل موضوعة في الأصل الإيه؟ الاستفهام سيأتي أنه طلب حصول صورة شيء في الذين أو طلب إدراك صورة شيء في الذين مفهوم؟ وهل الاستفهام يمكن أصوله أم لا يمكن؟ قطعا يمكن لماذا؟ لأنك لا تستفهم وتطلب الإجابة بالاستفهام إلا وأنت محتقد أن ذلك ممكن وإلا فهل تأتي لإمثال أمي لا يفهم شيء أن تقول هل تعلمني البلاغة؟ يبقى هذا عقل ده في عقل الإنسان ويوهر واحد مثلا ما بيعرفش حاجة خالص هو راجل أمي في الشاعر تقول له تعال هل تشرح ليه تلخيصة المفتاح؟ مينفعش يبقى هذا غير ممكن وما ينفعش يبقى التفهام إن قلت له ذلك يبقى تقصد مثلا غرض من الأغراض المجازية للتوبيخ أو كذا أو نحن ذلك من هذه الأشياء مفهوم؟ طيب لكن مثلا إنسان معه شيء أو هل جاءك محمد بالأمس؟ كلام ممكن أو ذلك الممكن إلا إلا الإستفهام شيء شيء ممكن شيء ممكن قال وقد يتمنى بهالي قد يتمنى بهالي كيف يتمنى بهالي؟ والتمني شيء مستمعت قد لا يحدث قد لا يحدث التي يتمنى بها ليس على طريق الحقيقة وإنما على طريق المجاز والمجاز هنا لاتحارة التصريحية التبعية فكأنه ينزل ليتا منزلة أداة الاتفهام هل أداة الاتفهام هل يعني كأنه يشبه هل ليتا بهل هل خلص؟ أو يشبه هل ليتا يعني هو حتى مغرض بقى حتى بالغرض بتاعه يعني يستعمل الأداة الموضوعة للاستفهام في إيه؟ في الأداة الموضوعة للتمني بجامع الطلب في إيه؟ في كله وما الذي حمله على ذلك؟ ما الذي حمله على ذلك؟ لا بد أن هناك غرض يقول لك هو لما يكون في الشفيع بالنسبة له يعمل إيه؟ يحلوه بالشفيع فإذا كانت نفسه يبثت من الحقيقة يحاول حتى أن يمنيها بشيء قد لا يحدث يحاول أن يمنيها بشيء قد لا يحدث فيقول هل لي من شفيع؟ إبرادا لسورة الممكن في سورة غير الممكن لما ييئس من الموضوع تماما يعني ويعرف أنه ما فيش فيه حد حيجيله خالص يدبرز ذلك في سورة الممكن فيقول هل لي من شفيع؟ مثل واحد مثلا يكون خلاص أشرف على الهلاك وأشرف على الموضوع هل من منقذة؟ يبقى هذا تمني أو تفهم؟ ما هو عالب أنه ليس حتى سيقوض خارج نهاية يبقى هذا اسمه إبراد؟ غير الممكن؟ أو الغرض الأصل بتاعه لما أنت تحب أن تبرز غير الممكن في سورة الممكن يحصل إيه؟ يبقى تقول هل لي؟ ومنه قوله سبحانه وتعالى على الكافرين قالوا ربنا أمدت نزمتين وأحييت نزمتين فاعترفنا بلنوبنا فهي إلى خروج من سبيل هم يعلمون أنه إيه؟ لا خروج وأن الأمر انتهى خلاص لا يوجد شيء منه طيب يعملوا إيه بقى؟ يتمنون أن يخرجوا تمنياً وعارفين التمني ما يحفلش فيقول لك لا بلاش يتمنوا يقوموا يبرزوه في سورة الممكن كالتسلية لنبوسهم كأنهم يعلموا يحلموا شوية ويتسلوا نفسهم شوية فيبرزوا الشيء غيراً ممكن في سورة الإيه؟ سورة الممكن يقول تعالى أيضاً هل ينظرون إلا تكويله؟ يوم يختي تكويله يقول الذين نسوه من قبله هم؟ قد جاءت روص ربنا الحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ طبعاً الكلام ده يوم الإيه؟ يوم القيامة سعيد ما هي العذاب يوم يختي تكويله إن كان يوم القيامة أو إن كان يوم الغذوة بتاع البدري أو أي حالة يوم يختي تكويله يقول الذين نسوه من قبل شوف كمان القرآن يقول من قبل فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ أو نرده؟ يبقى الكائمة تفينت إن ده يوم القيامة أو نرده فنعمل غيراً الذي كنا نعمل؟ ونقول الله رده أنهم فتخسروا وأنفزهم؟ خلقاً وظل عنهم ما كانوا إيه؟ ما كانوا يبطلون يبقى هل هنا ما تقول شيء لا تفهم لا اللي تقول ده تمني مراد بها الإيه؟ التمني ولكن أبرزت في سورة الممكنة بالاستفهام تسلية لنفوسهم وتمني لأنهم عايشين على الأمان حتى بالآخرة يعني هم يبطلوا في الدنيا عايشين على الأمان والغاية ما يموتوا برضو وتيجوا الأخرى برضو يعيشوا على الإيه؟ يعيشوا على الإيه؟ يعيشوا على الإيه؟ فيسيحون مع المؤمنين في الجنة مع المؤمنين في الموضف يعني يهربوا كده في المكان ومسيهم يرعوا على المؤمنين فيجأوا بنا سبحانه وتعالى يجمعهم تعاقوا رحيم فيه؟ ويوم يحشرهم جميعاً نحشرهم جميعاً ثم نقولوا للذين أشربوا أين تركاؤكم الذين كنتم؟ تدرمون ترى رحيم فيه؟ يقولوا يتم لم تكن فتنته إلا أن قالوا بيقولوا إيه؟ بيكذبوا على أنفسهم بها والله ربنا ما كنا مشركين يا أولاد الذين مش مشركين إزاي يعني؟ رحيم فيه؟ تعالوا إيه؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ربنا يقول إيه؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم بيكذبوا على ربنا هم ربنا عالم بيهم هم بيحاولوا يكذبوا على أنفسهم قال إيه؟ يقول لك ما لو ربنا هيرحم الناس لكلها ورحمة ربنا واسعة تعالوا ندس فيها هؤلاء المؤمنين لعلماته ندخل الكنة معنا فاكرينها يعني ايه دلالوقت لو فيه كرنين في الدنيا ما تدرش تدخل انت انت في الدنيا يدخل إذا كان ربنا الذي لا تخفى عليه خافية وكمان نخلي الملايكة بتحيط بالناس كلها من حشب مفيش مغرب نعمل رب ولا رج ثم لم تكن فتنتهم إلا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف يعني لست فاتوا بايه بيحاولوا يسلوا نفسه يقولوا فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل نعم مبيلو نحو لو تأتيني تتحدثني بالنصر ولو ايضا يتمنى بها فتكروا هي لو دي معروفة حرف امتناع اه امتناع ولعل انت تتذكروا ان هي امتناع الاول لامتناع الثاني ولا امتناع الثاني لامتناع الاول ها فيها خلاب يبقى واحد قال امتناع الثاني لامتناع ايه الاول عشان عملها شرط و ايه ومشروط والتاني قال امتناع الاول لامتناع الثاني عشان عملها ثابق و ايه ومزدد امتناع 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 مشكلة امتناع والتمني هو ايه امتناع فيقول لك يتمنى بلو لكن هل لو اداة حقيقية للتمني ولا اداة مستعملة في معناها غير الحقيقي مستعملة في معناها غير الحقيقي وبعضهم يقول على طريق الاستعارة ايضا على طريق الاستعارة ايضا طب والجامع ايه الجامع اين هما ها لا برضو طلب والدليل على كده ايه انه يطلب من الانسان ان يهتيه فيحدثه وقالك لازم يبقى بالنصر الفعل المضارع يكون بعدها في جوابها ايه منصوبة علشان يدلك على اين ديه التمني لان الفعل المضارع ان كان لك جواب اخر مضارع فانه ينصر في عدة اشياء عدة اشياء يبقى الفعل بعده منصوب فعل الجواب يبقى ايه يبقى منصوب بعد الفات بأن مضمرة وجوبة الشاعر نظمهم في كذا في بيت يعني مر وانهى وارجوا تمنى وادعوا كذاك النفي قد كبلا مر وانهى يعني الامر وانهى الناس تمنى التمني وارجوا الرجاء وادعوا الدعاء والنفي اهدوا لكلهم يأتي في جوابها الفعل الايه المضارع منصوبا فلما يكون التمني لو حيجي الفعل بتحها ايه يبقى الفعل منصوب لو تأتيني فتحدثني او فتحدثني لابن يبقى بالنصر وفيه في القرآن الكريم ذلك يود المذره لو يغتلي من عذاب يوم ايدن ببنيه ما يقلبانك ساعات يبقى لها جواب وساعات ما يبقى لهاش ايه وساعات ما يبقى لهاش ايه يود المجرم لو يغتلي من عذاب يوم ايدن ببنيه دي للايه للتمنى لان لو كانت امتلع لا امتلع كان بقالها ايه كان بقالها جواب لو انا لنا كرة فنكون من المؤمنين يبقى لي تمني مرة والتمني بها على غير الحقيقة وإنما هو على المجاج نعم السكاتي كأن حروف الشنزيم والتحديد وهي فهلا وألا وألا من قبل الآي همزة ولولا ولوما مأخوذة منهما مركبتين معلاء وما المزيدتين لتضمنها لتضمنها لتضمنهما مع التمني ليتولد منه في الماضي التنديم نحو هلا أكرمت زيدا الشيخ السكاتي رحم الله قال إن في هلا وألا ولولا ولوما لكلها حاجات مركبات هل ولا يعني الاثنين هل والنفس بلا طيب لو والنفس بما ألا الهمزة ولا خرط وبعدين ولوما ولولا كل هذه تعتمر أدوات مركبة هذه الأدوات هذه الأدوات إذا كان الكلام بها متضمنا لكعل ماضي كانت للتنديم تنديم يعني إيه؟ يعني كأنك تندم على شيء مضى كان ينبغي أن تفعله فتندم المخاطب على ذلك الشيء تندم المخاطب على ذلك الشيء وهل تفيد التنديم دائما ألا لك لا هي تفيد التنديم إذا ألحفت بالماضي وأما إذا كانت للمضارع فتفيد التحضيض والتعريض إذا كانت للمضارع إبقى ستفيد التحضيض والتعريض مفهوم كده؟ لو واحد مثلا جاءه إنسان صالح فابس وبعد ذلك قابله مقابلة يعني في اعتراف ولم يكرمه فتقابله غدا وتقول له يا فلان من الذي كان عندك بالأمس تقول والله فلان وماذا جرى بينك وبينه يقول والله أنا قابلت كذا فهل لا أكرمته إنه مفل صالح يبقى كأنك تندمه على ما كان منه بالإيه؟ ما كان منه بالأمس خرار؟ طيب واحد مثلا حدث له شيء وبعد ذلك قابلته بعد فتقول له ماذا كان بالأمس؟ يقول والله كان قمر كذا وكذا أنا انتهدت هذه الفرصة حتى فعلت كذا وكذا؟ أنا انتهدت هذه الفرصة؟ يبقى كأنك تفعل ماذا؟ كأنك تندمه على ما حدث مش جنجا اللي بتندم لا أنت تندم غيرك ولذلك هو مش ندم وإنما اسمه إيه؟ تنديم يعني أنت تريد أن تندم غيرك على شيء مضى فتبالك؟ لو لا عملت صالحا خلف؟ إذن هذه الأشياء إذا كانت للفعل الماضي تحصل فيها إيه؟ التنديم وفي التنديم شيء من التمني يعني كأنك حين تندمه يطلب ويتمنى أن يرجع ما فات ليفعل هذا الفعل وهذا لا يحدث أبداً وهذا لا إيه؟ لا يحدث أبداً أما إذا كانت هذه الأفعال للمضارع شيء في المستقبل يعني فإنها تفيد إما الحث على الفعل برفق وإما الحث عليه بقوة مجد فإن كان الحث على الفعل رفيقاً أفادت التعريض في اسم التعريض يا ابن الكرام ألا تذنوا فتبصر ما قد حدثوك فما رائنك من سمع؟ يعني يا ابن الكرام يا لتك يا لتك تذنوا عندنا فتبصر ما قد حدثوك عنا من أدنى أهل كرم وأهل كذا وأهل كذا فما رائنك من سمع؟ يبقى الاسمه إيه؟ تعريض ولا تحضير؟ تعريض لأنك تطلع منه برفق وبليل خلاص؟ ألا تأتي عندنا؟ ألا تذكر لنا هذا الدرس؟ يبقى شيء بالتعريض وأما إذا كان للتحضير وغالباً الأدوات الأداع المستعملة له ألا؟ غالباً فيه الأداع التي تستعمل للتعريض ألا؟ خلاص؟ طب وما لفقوا فيها تبديم ولا ما فيها تمني ولا ما فيها تمني؟ فيها تمني فيها تمني ولكن تمني في شيء ممكن يعني في الماضي غير ممكن وفي المضارع يمكن كويه كذا؟ طب لما يكون للتحضير طلبوا الفعل بحسن وبشدة وقالوا لولا يبتين بآية من ربه وقالوا لولا نرزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم بطلقوا بشدة يعني فرد بنا رد عليهم رد مناسب قال لهم أهم يقصمون رحمة ربك كلام فيه توبيخ لأنهم طلبوا طلب بشدة مدام طلبوا طلب بشدة يبقى طلب ايه؟ وقالوا لهم يقصمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وبعدين يقول له ايه؟ وقالوا يا أيها تدي مذل عليه الذكر وإنك لمجنون لوما تحتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين اهي لوما تي لو ذكها لولا وذي ايه؟ وذي لوما لوما تحتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين خلاص وحتى نوربا لما كانوا يقولوا اني لولا في القرآن تأتي يقول لك تأتي بمعنى هلا لولا يحتينا بآية من ربي يعني هلا يحتينا بآية من ربي خلاص وهلا دي بطول للتحضيط طلبوا الفعل بإيه؟ بقوة يعني إذا لما تيجي للتعريض ما تستعملش هلا ولما تيجي للتحضيط استعمل هلا وما تستعملش ألا ولكن ألا بعض العلماء يقول من الممكن أن تستعمل من إيه؟ للتحضيط أيضا من الممكن أن تستعمل بالتحضيط إذا هذه الأدوات اللي هي ركبت من هذه الأشياء التي ذكرناها إما أن تأتيها للتنديم إن كانت في الماضي كما قال الثكاكي وإما أن تأتي بالتعريض والتحضيط إن كانت فيه؟ في المضارع نحو البلد من الحكاكي لأنها طبعا مهمة في اللغة وفي التفسير وفي كل هذه الأشياء نعم وفي المضارع التحضين نحو هلا تقوم وقد يتمنى بلعله فيعطى حكم ليتا نحو لعله يا أحج فأزورك بالنصر بالنصر ومتوقع فيه في المستقبل طيب الترجي دام لعله لكن قد تخرج لعله من الترجي إلى التمني ليه؟ أنك لما يبقى ما يترجى بها شيء غير ممكن أو مستبعد يعني يقول الله تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما عليك وقال فرعون يا هامان ابن له صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى أهم قالوا إن قرأة حفص هنا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع بالنصر أنه تبقى لي للتمنى خلاص كده؟ طيب وفي قرأة دانية لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى برضو ما خرجتش معالها لأنها ترجي أو ثمني طب هو تمنى أن يحصل قال له يا هامان كأنه هامان لا يطلل يعمل له كل حاجة يقول له عنه يعملون يا هامان ابن لي صاحا قصرا حاليا كبيرا عشان إيه لأنه لما قاله سيدنا موسى أنه هلأ أرسل هلأ كلمني ربك ليكون إلها يخاطر إله عشان إيه فإله كافر إله والبشر يفقى بلاش منه مرضيش تكبر عن إيه على الرسول فقال يافر عويا هامان ابن لي صاحا حب يوفر الخير ابن لي صاحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله نوسى عاول يطلع فوق علشان يطلع إلى إله نوسى ويكلمه ويريدك من تكت في الآخر قال وإني لأظنه إيه قادم يبقى إذا لعلي أبلغ الأسباب هو شيء تمني ولا مش تمني تمني لكن الملعون أبردهم في سورة شيء من الممكن أن يحدث على حسب دعمه قال لكم الأمر تمني مش ممكن يحصل ولكن هو ظن أنه يمكن أن يحدث فأبردهم بدل التمني في سورة مين التراجي يبقى استعمال لعل هنا في إيه لها سبب ولم لا سبب لها سبب لأنه أبردهم في سورة الشيء الذي يمكن أن يحصل فرجاه وهو في الحقيقة لا يرجى وإنما إيه إنما يتمني وفي بعض العلماء يقول لك لا حلها للتراجي زي ما هي حلها للتراجي كما هي نعم ما قد يزمننا في بعدنا فيعطى حكم ليتنمو لعلي أحده أعزورك في النصر لبعد المرجوع عن الفصول ومنها الاستفهام وفيه كلام حيثان والهمدى والتصور والتصديق والكلام ده أنتوا طبعا يعني هتقولوا لي فلسفة ومالانة 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 بس بعد ما تخرجوا عن التصور والتصديق والفلسفة شوية هتلاقوا الكلام بقى أصبح سهل الآن غير بقى ما كان يمكن أن نحس به في علم المعارف الأول إن شاء الله حيكون الكلام سهل وربنا يكرمنا وإحنا ماشيين كويس ونسأل الله التوحيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد عزة إلا 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 أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد أعفوك ورسولك